احمد عوض الكريم اه موظف اه بقناة طيبة الهضائية من المفصولين اه الباحثين عن حقوقهم الى الان يعني لينا سنة كاملة من وعود لوعود ومن تخدير لي تخدير يعني اقل حاجة جينا هنا لجنية التمكين اشان نعرف حقوقنا دي وين ناخدها من منو والقناة دي عندها وصول عندها متحركات الان متحركات القناة ما موجودة وصول القناة مشات وين الان يديس تسيل الاصول لي تهدين حقنا ان احنا بس دارين حقنا حقنا دارين حقنا خدمنا في القناة دي عندنا مرتب تعفص التعسفي وعندنا الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي اللي بيخصومين مرتبات الى الان ان احنا ما اخدناه والقلوش كل يوم فقد قيمتها ما عندها اي قيمة وقفتنا اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية هي واحدة من سلسلة وقفات احتجاجية وقفناها من اجل الوصول لحقوقنا وحقوق هي مشروعة وكل المتضررين الان من 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 هذا الواقع هم قدموا في هذه السورة السودانية الكثير والكثير والكثير بادلة موجودة الان يمكن ان استرجع عليها وبتلقاء موجودة بكل تفاصيلة اه سواء في اه الانترنت سواء في اي مكان يعني موجودة اه بال بالعيان والبيان كيف ان هؤلاء الموظفين هم من هذا الشعب المتضرر من هذا الواقع والان احنا بكل السبول المشروعة بنطالب بحقنا بصوت واضح وبصوت قوي جدا لانه اللي بيحصل يا اما ظلم ممنهج واضح وده غير مقبول وبنرفضه تماما ويا اما فشل في انك انت توصل لناس حقها واذا انت فاشل ببقى احنا من حقنا نفتش على الحلو